وآله الأطهار وبحق حرمة سورة الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله وسلم عليك يا مولايا يا رسول الله السلام عليك يا مولايا يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا عبرة كل مؤمنين ومؤمنا السلام عليك يا صريعا لدمعة الساكباء ويا قرين المصيبة الراتبة السلام علي الشفاه الذابلات السلام على الأجساد المرملات السلام علي الرؤوس المشالات روحي وأرواح العالمين لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ويا مسلوب العمامة والرداء يا غريب يا مظلوم كربلا دئب أئمتنا عليهم السلام على التذكير بهذه الأيام وإحيائها لأنها أيام الله يدخل الكميت بن زيد الأسدي يدخل الكميت بن زيد الأسدي على إمام الباقير سلام الله عليه ويفد الشاعر الحميري على الإمام الصادق عليه السلام لينشدى لهما شعرا في رفاء أبي عبد الله الحسين وهكذا كانت سيرة بقية الأئمة الأطهار ومنهم الإمام الرضاء سلام الله عليه يفد عليه دعبل الخزاع في مثل هذه الأيام قاصدا إليه إلى مدينة مر فقطع تلك المسافات الطويلة ليلتقي بالإمام الرضاء ومعه قصيدة نطق بها قلبه معه قصيدة تفاعلت معها روحه قبل أن يرددها فموه ساك الله وخير الله وهو يحدث نفسه بلقاء الإمام وكان يتمنى أن يكون الإمام الرضاء عليه السلام أول من يسمع بها ويستمع إليها وكان دعبل يسائل نفسه كيف سيستقبل الإمام وكيف سيتفاعل مع قصيدته وصل دعبل إلى أمر وذهب مباشرة للقاء الإمام يسلم عليه ويخبره بمن طوت عليه نفسه فيشكره الإمام ويفرح لذلك فرحة المحزون ويبتسم له بتسامة المكروب حينما قال قصيدة يا سيدي أنشأتها وأحببت أن تكون أول من يستمع لها أول من يستمع لها أنت أي ابن رسول الله ويتفق معه على موعدين لإلقاء قصيدته فيهيئ الإمام المجلس لدعبل وقصيدته والتي ستخلد لما تضمنته من حرارة وصدق وإخلاص التأم المجلس بحضور أصحاب الإمام ومحبيه وقد وضع الإمام ستارا كما كان يصنع آباؤه وأجلس خلفه نساءه وحرمه فيما أجلس دعبل إلى جنبه وهو يقول هذه أيام حزن علينا أهل البيت يا دعبل من بكى من بكى وأبكى كان أجره على الله ثم يخاطبوه يا دعبل إرث الحسين فأنت ناصرنا قال دعبل فاستعبرت وسالت دمعتي ثم أنشأ يقول تجاوب يحبن بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات يخبرن بالأنفاس عن سر أنفس أساراها وانماض وآخرات بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين بالعبراتي وفك عراء صبري وهاج صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات وكان الإمام الرضا عليه السلام يتفاعل مع القصيدة بالألم والحسرة واللهفة ثم بك الإمام حينما عرج دعبل على ذكر بيوت آبائه الموحش المقفرة ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات أفاضد عبل في ذكر تلك المظالم وكان الإمام الرضا عليه السلام ينتظر بفارغ الصبر ذكر كربلا والحسين وأحداث عاشورا التفت إلى دعبل الخزاعي قائلا يا دعبل عرج بنا على كربلا فواصل دعبل قصيدته إلى أن قال أفاطم لو خلت الحسينين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات توفو عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيه قبل حين وفاتي إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم فلا مشت بي في الطرق العلا قدموا لا بد أن أتداوى بالقناة فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم يا ابن الأولى يقعدون الموت إن هضت بهم لدى الروع في وجه الضبل همموا الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها السأموا نهضا فمن بضباكم هامه فلقات ضربا على الدين فيه اليوم يحتكموا هذا المحرم قد وافت كصارخة مما استحلوا به أيامه الحرمون يملأن سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من إعوالها صمموا تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علموا مسفوحتان لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثك لا شفها الألم حنت وبين يديها فتية شربت من نحرهم نصب عينيها الظبل خذموا موسدون على الرمضاء تنظرهم حر القلوب على ورد الردز دحموا سقيا لثاوين لم تبلوا المضاجعهم إلا لدماء وإلا الأدمع السجم آية هلت الشيع بالحزن يا يوم عاشور نصبة ميات من العزي الكل مقهور إحلال لمحرم ليش أشوف كاس في اللون لا بسوادك ليش قل ليش صار بالكون وان الهلال وقال سيد الرسل محزون وكل العوالم محزنة والدين موتور من حين هل الشهر هل بكل لحزان وجدد مصاب اللي قضب وطف عطشان ناحت عليها ملاكها والإنيس والجان على قتيل بكربلة مرضوض منحور هل للمحرم وامتلى قلبي بلهموم صاحت ومنها الدمع فوق الخد مسجوم ما ظنتي منها السفر يرجع المظلوم من حين شفت الشهر صار القلب مكسور وهذا على لسان مولاتنا الزهراء واما المصيب اللوعة مهجة الفادي واما المصيب اللوعة مهجة الفادي أهل المدينة يسمعوا الزهرات نادي عاشور برجاني وزاد حزني على أولادي واني نصبت لهم عزا في وسط القبور وانسي وانسي تضلع لي بجنب الباب مكسور وعظم وعظم علي أهلون عن ناعي على حسن ويتبارز الشعراء في إحياء ذكرى أيام عاشورى ألا وقفة في الطف تبتعث الذكرى القصيدة للشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي عليه الرحمة ألا وقفة في الطف تبتعث الذكرى ومن أفقه نستنزل الوحي والشعراء قفاء ثم نخشى هيبتان لجلاله هنا عبرة الألباب والعظة الكبرى قفاء قفاء نبه من ذكرياتي هواجعا وهي جاد فينا الوجد من كبد الحر قفاء نسأل الوادي أي وادي كربلا وادي الغاضريات قفاء قفاء نسأل الوادي ونستنطق الثرايا لعل جوابا منهما يثلج الصدر وقفت وقفت أجيل الطرف في عرصاته وقد وقفت في مقلتي دمعة حيرا إلى أن قال وثارت بصدري عاصفات من الأساء وطي ظلوعي لوعة تقذف الجمرة ولست أراني بالغا ما أرومه كفى إنني أعددت مدمعي الأخرى أيش في غليل النفس إهراق عبرتين ويضمد جرح الدهر تعني بي الدهر غدا تستفز الحق غدا تستفز الحق غير تباسلين غدا تستفز حق غير تباسلين أقل أمانيه تضيع بها الغبرا هنا استصرخ الإسلام عندما رأى إمامنا الحسين أن الإسلام قد تسنمه رجل سكير لا يعبأ بأحكام الدين هنا استصرخ الإسلام ليث عرينه فلم ير إلا الموت والمسلك الوعرى فهب حسين لا يبالي مصيره وهو يعلم سلام الله عليه بمصيره إلى أين يقول وهو الذي يصرح دائما كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواوي سي وكربلا فهب حسين لا يبالي مصيره أَيَسْمُ لِصَدْرِ الْمُلْكِ أَوْ يَنْزِلُ الْقَبْرَ تَلَقَّ الْمَنَايَا كَالِحَاتٍ عَوَابِسًا عَوَابِسًا وَآثَرَ أَنْ يَقُضِي بِضِلِّ الْقَنَاءَ صَبْرًا وَشَمَّرَ بِالْغُلْبِ الْمَيَامِينَ وَالَّذِينَ لَمْ يَتَجَاوَزَ عَدَدُهُمْ السَّبْعِينَ مِنْ أَنْصَارِ وَشَمَّرَ بِالْغُلْبِ الْمَيَامِينَ وَامْتَطَامُتُونَ الْمَنَايَا يَهْدِمُ الْبَغْيَ وَالْكُفْرَ يَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَدِّينَ لُعْبَتًا يُبَاعُ عَلَى وَفْقِ الْمَطَامِعِ أَوْ يُشْرَى هَلَّتِ شْهُورَ أَحْدَى أَعْشَاءَ مَحْدِ سَمَاعِ زَلْزَالِ وَهَلْشَهَرْ كِيلِ مَنْ يَصَرَ أَحْدَى عَاشُهُرَ هَلْهِلَ أَحْدَى أَحْدَى بَسْمَعِيهِ اللَّ مْحَرَّ أَمْ فَاطِمِ الْكُبْرَ صَبْرَ تَشُوفَ تَنَادي انتهي ضياع أَمِّي هَلَالِ الْمَحَرَّ أَمْ شُوفَ هَلْبِ السَّمَاعِ وَذَكَّارْنِي دَخْلَة خَوَاتِ الْكُوفَ دَنْصَبْ يَعَامِ مِلْ مَا آتَامِ عَاشُّ أُرْهَا الْهِلَالِ يَا مَنْ ذِكُرُهُ شَرَفٌ لِلْذَاكِرِينَ اِجْعَلْنَا عِندَكَ وَجَهَاءً بِالْحُسَيْنِ وَاقْضِي حَوَائِ جَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَهَا صَلَوَاتِ وَالْفَاتِحَ 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 ترجمة نانسي قنقر